السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة بصوا يا جماعة يعني الحلقة دي بجد انا نفسي عارف اللي هو ايه تتوسق يعني اليوتيوب يوسقها كده يحطها على جنب وتبقى مرجع للناس طبعا حد يقول لي عمل غرور اللي انت فيه ده انت هتقول ايه هتقول ابيات شعري يعني ولا تكتشف الزرة والله ما كده من ساعة ما بدأت القناة عندي الحمد لله رب العالمين وانا عندي رسالة وحيدة ويعني مش مش هقول رسالة وحيدة ولكن اهم رسالة عندي هي نبز التعصب اكتر حاجة بكرهها في الدنيا هو التعصب هو الشتيمة بين جماهير الاهلي والزمالك واللي بتوصل ان انت ممكن تخسر حد من صحابك تخسر حد من اهلك تخسر حد من قريبك علشان خاطر كرة قدم وعشان شوية تلعيبة وعشان خاطر ماتش عشان خاطر حاجات انت مش مستفاد منها حاجة في الاخر حاجات انت اصلا مش واخد من وراهم حاجة ولا هتاخد وراهم فلوس ولا هتاخد وراهم نشان ولا هيجي يقول لك ما شاء الله انت اكتر مشجع شتمت عشان واكتر مشجع دفعت عن النادي فتديله وسمي المشجع المثالي ولا حد هيعبرك ولا حد هيجي نحكتك ولا حد هيفكر فيك اصلا ولا حد خالص هيعمل لك اي حساب وتيجي حضرتك ممكن تخسر اخوك ممكن تخسر قريبك ممكن تخسر صحبك الانتيم ممكن تخسر تخسر تخسر. واحد يقول لي يا عم مش الدرجات دي. لا لا يا عم لا لا تخسر تخسر اخوك يا عشان خاطر كورة. اي احنا شفنا اكتر من كده بكتير. شفنا ناس بتضرب بعض وبتمسك تابطح بعض. ده كان ساعات مطشوط الاهل والزمالك دي معلوم تخلص في الاستاد. وانت خارج مروح والله العظيم كان في جماهير يعني اتكلم بس عن واقعة. كان في جماهير ده انادي الزمالك مش عافين يروحه. انا فاكر عندنا في المنطقة عندنا. جم عشان يروحوا. قلعوا تشيرتات نادي الزمالك اللي هما لابسينها. كان ساعيد الاهل كسب الزمالك. وهم مش عافين يروحه. عشان يروحوا في المقربصات. قلعوا تشيرتات نادي الزمالك اللي هما كانوا لابسينها. وروحوا انا اسب بالفانيلا يعني بتاعتهم عشان خطر محدش يمسكهم. كان في ناس اهلوية عام للهم زي كمين كده. اللي بلايه زمالكه و بروح ضربه وعمله. ليه اجد عن في ايه. بس كلام ده كان قديم. مش الفترة دي. الكلام ده كان تقريبا في الفين وتمانية الفين وتسعة حاجة كده. ليه اجد عن اللي حصل يعني اللي جرى. عشان ايه كل ده يحصل يعني. ليه? ليه في ايه? ليه التعصب ده? على الفيسبوك تلاقي تعصب وتلاقي الناس تشتيمها في بعضها. ولي بيعمل التاني بلوك ولي 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 ولي. وفي الاخر بكل منتهى البساطة يعني انا جاي افراق على صورة اه جميلة جدا هتعجبك صورة زهرت قدامك دي. بص اه صورة جميلة جدا اهي بمنتهى البساطة رمضان صبحي. وآآ مع طهر محمد طهر رمضان صبحي بيرامدز. طهر محمد طهر الاهلي. احمد فتوح اه نادي الزمالك. خلي بالك الصورة دي عشان برضو في ناس طلعت وعملت شوع على الصورة دي عشان برضو احقاها للحق. وقالوا ان هي نازلة بارح وان طهر محمد طهر سفر مع رمضان صبحي هو احمد فتوح ومش فارق معهم حد لا لا. الصورة دي تقريبا من ترتاشر ستة. يعني من ترتاشر ستة يعني من من اسبوعين تقريبا اكتر من اسبوعين هم كانوا بيصيفوا مع بعض او خارجين مع بعض راحين في حتة مع بعض. حاجة تبقى تجمع منتخب بتاع الاوليمبي ايا كان الوضع. وفي الاخر الاربعة راحوا مع بعض ووصلوا هناك وفسحوا وتصوروا الكلام ده كله. هل انا ضد الصورة دي مثلا او اللي انا شايف ان ازاي طهر محمد طهر صار مع روضان صبحي او احمد فتوح ازاي صار مع روضان صبحي ازاي صار مع طهر محمد طهر. مواد زمال كاو اهلاوي وفيه بقى جماهير اهل زمالك مقطع بعض. وجماهير الاهلي بهدرين ادارة برامدز والعيبة برامدز بتاعت ترخم على جماهير الاهلي وجماهير الزمالك وش عارف ايه? قصة كده كبيرة جدا يا معلم. هل انا ضد ان هم يتصوروا? ضد مسلا ان هم ازاي تفسحوا مع بعض? لا بالعكس انا ضد اللي انت بتعمله. ضد الافوار اللي انت بتافوارها عشانهم. انا رسالتي دي لاي حد متعصب. ضد الشو وضد الاهلي الحديد اللي ما فيه زعيه. يجي واحد صاحبك يقولك يا عم زمالك مين? طب خد بلوك. ده صاحبك بالو معك عشر سنين مثلا. واحد زمالكاوي تاني. الزمالك هو البطل وهو نادي القرن الحقيقي. وما تقوليش الاهلي واحد صاحبك يقولك يا عم الاهلي مثلا انكسيمك ستة واحد. يا الله بلوك. ايه ده في ايه? عرائي راضي والشربيني بلوك 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 اقسم بالله ما فيه. اتنين قاعدين مع القهوة تلاقي فجأة واحدة قامت خناقة واتنين عواجي سكبار يا عم ناس سكبار في السن مالك في ايه? بيقولي لا يا اهلي ده يا نادي مش عارف ايه? وبيقولي الزمالك اقسم بطبع لي يا ايه يا عم في ايه? اللي بتقوله ده في ايه? عشان مين يا عم الحج. هو انت شغال في منشأة الاهل الرياضية وبتقبض منهم والمنشأة دي بتديك فلوس كل شهر على انتمائك? انت شغال في كيان نادي الزمالك وبتاخد فلوس كل شهر جائزة المشجع المثالي من نادي الزمالك مثلا عشان قطر بتحت لك حد ولا ضربت لك حد ولا عملت لتلات اربعة بلوك هو البلوك بفلوس يعني انت عملت بلوك الواحد اقلاف بتاخد مية جنيه مثلا على كل بلوك. مش اقسم بالله ما فاهمك. كرة القدم خلقت للمتعة فقط. ما خلقتش للتلقيمة دي. فيش حد بس من النسبة اللي هم معلش بس. مش حد يفتكر نفسه ان هو كده اجمد حد وجامد زحليقة بقى وانا جامد مفيش مني اتنين. انا اي حد بيغلط في الاهلي بمسكه بحلمه الادب. لا برافو يا حبيب. برافو. برافو. انا اي حد بيغلط في الزمالك بمسكه بطلع عينه وببهدله. لا برافو تاني والله ده انتو لتن اجمد من بعض بجد. ايه في حاجات تفاهة? اقول لك اجمد من بعض في التفاهة. مين بيعلع على مين في التفاهة? بقى بص بشمالك كده وبيمينك في التفاهة. هو كده مفيش غير كده مليش غير كده. ليه يا عم الحج? وانا بقول لك الصورة دي مثال ايه? فيس اكتر من الصور دي بكتير خلي بالك. انا بس جبت دي عشان دي ممكن احدى الصورة موجودة من ترتاشر ستة. اه بس بس وانا بقلب لقيتها فقلت ده سبحان الله دي رسالة مهمة تانية. شوف طهر محمد طهر اول ما جيه واعلانات وطهر محمد طهر هو مكان رمضان صبحي. وطهر محمد طهر يطلع مش عارف فيه يعمل ايه وانا صبح يمع لنا هشه. وطهر محمد طهر يعمل له هشه ومش عارف مين يعملي هم. وفي الاخر رحمها بعض يا معلم اه طالعين بالمركب وبنصطاد وبندحك وبنهرج وقعدة. شفت الجماهيري بتشتمك عشاني. شفت الجماهيري مش عارف از انا عشانك. وصباح الكنافة ولا فيه اي حاجة في الدماغ. خالص 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 ولا في الدموع. طهر احمد فتوح وطهر محمد طهر شفت جماهيري الاهي وزماهيري بيشتموا بعض ازاي بعد لقاء القمة اللي فاتوا بيهدرين بعض. وانت وانا ومش عارف ايه. وعملتوا بتاع شفت والله جماهيري بتعمل ازاي? اه اصحاب هده اللي هيتكلم عنه. هيقول له ايه? يعني اه برضو اكيد بيحفلوا على بعض. بس بحفلوا على بعضك يا صحوبية. يا عم حفل يا عم وهرج وضحك معنا ضد التحفيل مبدئيا. بس بقولك لو عاد التحفيل مش هكتمك خالص يعني. حفل يا عم وهرج وضحك مع صاحبك. مفيش ادنى مشكلة في الدنيا. ولكن ما تخسروش. ما يتوصلش لمرحانك ضغطة كعلة وتتنرفز وتتعصب. وهم ولا في الدماغ ولا في الدموع ولا كأنك موجود اصلا. ولا كأنك ليك وجود ولا في العم صاحب برا ففكك انا ما هم يعني يشوف هم بيش بيخسروا بعض عشان خاطر الكورة اللي هم بيلعبوها قدام بعض. وانت بتخسر اخوك وصاحبك وقريبك وزميلك واهلك علشان خاطر الكورة اللي انت مش بتلعبها اللي انت بتفرج عليها بس. وتلاقي ده يضرب في ده وده يعمل في ده وده يساوي وده ولا بتستفد منها اي حاجة. ابوس ايدك اععل. ابوس ايدك. ما تخسرش اصحابك. ما تخسرش اهلك. ما تخسرش قريبك. ما تخسرش جريانك. ما تخسرش زملاتك في الشغل. عشان خاطر حاجة مدورة. ما لهاش اي تلاتين لازمة في الوجود غير ان هي اتعملت علشان متعتك. عشان تستمتع بها فقط. مش اكتر من كده. كرة القدم للمتعة فقط. تتبتع عينك. تفرج على كرة حلوة. هجمة حلوة. حاجة جميلة. رفعة حلوة. بصة حلوة. ممكن تقعد مع زميلك. احنا كسبناك وما كسبناك. لكن توصى مرحلة انت ايه. احنا نادي القرن. احنا نادي الاهلي. احسن نادي في العالم. نادي الزمالك ده. الكرة انتهت خلاص يوم هدف افشا. اي كلام في اي حتة. يروح جاية وراحت زمالكاوي. الكرة انتهت يوم هدف افشا. اصلا انتوا باشا بالحكام وبترشوا اتحاد الكرة وبترشوا اتحاد الافريقي. وخدتوا بطرات افريقيا دي بالحكام. وفكر يوم مش عارف مين ومطش مين ومطش مين ومطش مين. كل اللي حصل ده في الاخر. كل ده بالحكام وبالرشوة وبالقصة دي كلها. لا يا عم ده انتوا اتنين واربعين دولي حرام. اتنشر حلال احسن منه. لا يا عم اتنين واربعين اتنشر انتوا مفيش مقارنة بيننا. كل ده اي كلام في اي تفاهم. ركز يا عم في مستقبلك وفي دراستك وفي اهلك وفي شغلك وفي حياتك واستقرارك. وبعد كده بقى فكر في حاجة زي الكورة. وفكر في حاجة انت تروح تستمتع بها بعد ما تخلص شغلك وتفس دماغك خالص. مش تبقى مصدر الاخناقاتك. هي الشغل الاول لحياتك. ورمي اهلك وبيتك وشغلك ووظفتك وحياتك وكل دنيتك. وبتلف وورا الكورة بس. نرفستوني وعصبتوني. كان معكوك عمرو عاطف من قناة صاحب الكورة. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم.